من ساعة ما تم الإعلان عن هيكلة التعليم السنوي بأن الناس مع كل يوم إشاعات جديدة معلومات غلط بتتداول عشان كده وزارة تربية والتعليم بتحاول أنها تفهم الناس في الفترة دي وتشرح لهم المعلومات الصحيحة حوالين هيكلة السنوية العامة ومآخر إشاعة طلعت أنه هتم إلغاء مادة الحاسب الآلي لطلاب السنوية العامة فطلعت الوزارة على طول نفة الكلام ده وقالت أن المادة موجودة ما تلغتش ولكن تم استحداثها باسم جديد وهو تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات وهتكون مادة اختياري من حق الطالب أنه يختار ما بين تكنولوجيا الحاسب الآلي أو ريادة الأعمال والمشروعات ناس كتير كمان سألت عن مادة العلوم المتكاملة إزاي هتم تدرسها لطلاب أول سنوي وهل هيدرسها أو هيدرسها أكتر من مدرس ولا مدرس واحدة الوزارة ردت وقالت أن مادة العلوم المتكاملة هتجمع مواد الفيزياء والكيميا والأحياء في المادة واحدة اسمها العلوم المتكاملة وهتوفر رؤية متكاملة للعلوم الطبيعية وهتساعد الطالب أنه يفهم العلاقة بين المواد دي من خلال ربطهم ببعض واللي هيدرسها هو مدرس واحد بس سواء ممكن يكون مدرس ده ممكن مدرس فيزياء مدرس كيميا أو مدرس أحياء الوزارة قالت أن مادة الجغرافيا تم تعديلها عشان تتلغي من سنة أول سنوي وهتكون مادة تخصصية للشعب الأدبية في السنة اللي بعديه وبكده يكون الطالب بتاع أول سنوي هيدرس عربي لغة أجنبية أولى تاريخ رياضيات علوم متكاملة فلسفة منطق بالإضافة للمواد اللي مش متضافة للمجموع زي الدربية الدينية زي اللغة الأجنبية التانية واللي هيكونوا مواد نجاح وسقود بس بس مش متضافة للمجموع السنة الدراسات الجديدة هتبدأ يوم 21 سبتمبر في المدارس الرسمية والخاصة والقومية ويوم 8 سبتمبر في المدارس الدولية وهتنتهي يوم 5 يونيو 2025 أجازة نص السنة هتكون أسبوعين تبدأ من 25 يناير لحد الخميس 6 فبراير